بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا جماعنا هسألكوا سؤال هو تجويد القرآن وتعليمه فرض على كل مسلم ولا لا؟ فرض طبعا يعني فرض على كل مسلم مسلم أنهم يتعليموا تجويد القرآن يعني ربنا بيقول في القرآن في صورة المزمل وردت للقرآن ترتيلا وبعدين علماء القرآن بيقول ومن اللي بيتعلم تجويد القرآن فهو آثم علي زنب اعتقد يا جماع أن الناس دلوقتي بتتعلم إنجليز وفرنسا والكمبيوتر وجي عند القرآن متعلمهوش فده معنى إيه؟ طب يعني لو الناس دلوم ماتت هيقبلوا ربنا إزاي؟ يعني لو واحد عنده وابعين سنة تلاتين سنة وعشرين سنة ولا سنة بتعلمش هيقول لربنا إيه؟ لو هو تعلم كل حاجة في الدنيا وجينا عند القرآن ومتعلمناهوش دي مشكلة فأنا في الفيديو دوت أنا هشرح فيه يعني تجويد القرآن وطبعا بالنسبة يعني لو طبقته إن شاء الله بنسبة 70% تبقى تعلمت تجويد القرآن فأنا عاوزك تحمل الفيديو دي عندك وتنزله بحيث أن تتبع معاه واتطبقه وإن شاء الله في خليل أسبوعين بإذن الله تكون تعلمت تجويد فأنا حبدأ دلوقتي الحكم الأولين وربنا يا عنا أنا دلوقتي يا جماعة حبدأ في شرح أول حكم بصر معا أي ميم وأي نون في القرآن كله أي نون وأي ميم في القرآن كله يجي عليهم شدة نوف عليهم حركتين يعني نوف عليهم حركتين يعني يوم يكونوا الناس كال يوم يكونوا الناس مش يوم يكونوا الناس لا يوم يكونوا الناس كالفراش المبثوث مثلا فأما لي لأن الميم جاء عليها شدة من فوق مثلا ثم كلا سوف تعلمون الميم جاء عليها شد يبقى نقف عليها حركتين ثم كلا هنا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يبقى أي ميم وأينون في الكرآن كله يكون عليهم شدة نوف عليهم حركتين خلاص زي ما انتم شفتوا كده جماعة في الحكم الأولاني إن زي ما تفعلن أي ميم وأينون يكون عليهم علامة الشدة هنوف عليهم حركتين يعني هوريكم بؤي عشان أنتم كمان تشوفوا يعني مثلا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فأما فأما مثلا كل أعوذ برب الناس ملك الناس مثلا عما يتساءلون الحكم الثاني جماعة هو حكم المد بصوا جماعة أي مد هيقابلنا في الكرآن أي مد ودي علمت المد أي مد هيقابلنا في الكرآن كله هنمده أربع حركات يعني أربع حركات يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد يبقى أي مد هيجي في الكرآن كله يكون يمده أربع حركات وفي بس في حكمتاني في المد كده عايز أولوه لكم جماعة هو سهل أوي برضو بصوا جماعة فإذا جاءت يبقى الجيم أدي أهل مده هنمده أربع حركات فإذا جاءت الطا بصوا بقى جماعة هو ده الحكم العايز أولوه لكم أي مد يقابلنا الحرف اللي بعد يكون عليه شدة هنمده ستة أشاربعة أي مد هيقابلنا الحرف اللي بعد يكون عليه شدة هنمده ستة حركات يبقى فإذا جاءت الطامة الكبرى زي ما وضعت لكم جماعة في الحكم التاني أن أي مد هيقابلنا هنمده أربع حركات المعدة المد اللي هيكون بعدي الحرف يكون عليه شدة ستة وهو ريكو بقى عشان تعرفوا إزاي يعني مثلا كل يا ها هو جماعة كل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا خلاص فإذا جاءت الصاخة كده يا معانا إني وردكو إزاي المد الحكم التالت الحكم التالت في صورة العاديات بصوا جماعة أي قاف وأي طه وأي به وأي جيم وأي دال والعلماء اختصرها في كلمة اللي هي قطب جد قطب جد أي قاف وأي طه وأي به وأي جيم وأي دال يكون عليهم على أنت السكون السكون اللي هي عند الدال الزغيرة دي جماعة الحروف دي بقى لي قط بجد قف وطهوا به وقيموا دي يجوا عليهم علمت السكون أو يأتوا في نهاية الآيات أو الحروف دي تيجي في نهاية الآيات أو نعمل إيه؟ نقلقالها يعني إيه نقلقالها؟ بالطريقة داية والعاديات ضباحة مش ضبحة لا والعاديات ضباحة فالموريات قدحة الدال عليه السكونين فالموريات قدحة فالمغيرات صباحة فآثرن به نقعا فوسطن به جمعا مش فوسطن لا فوسطن به جمعا مثلا جنات عدن تجري من رسل معي بأي عن السكون قد وديك في نهاية الآيات عشان أوضح لك برضو أسهل بصورة الفلق كل أعوذ برب الفلق القفضي من حرف إيه؟ قط بجد كما نقلقاله كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقبه ومن شر النفاثات في العقدة ومن شر حاسد إذا حسد كده أنا وضحت لكم إيه؟ في الحكم الثالث كده أنا وضحت لكم جماعة في الحكم الثالث إن أي قاف وأي طه وأي به وأي جين وأي ذلك يكون عليهم معلمة السكون أو يقول في نهاية الآيات نقلقالها يعني فوسط فوسطنا به جمعا فوسطنا به جمعا مثلا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صباحا فالموريات صباحا مثال كل هو الله أحدا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا الحكم الرابع يا جماعة في صورة الزلزلة بصوا جماعة أي تنوين حيجي في القرآن أو أي نون مش عليها تشكيل أي تنوين يا جماعة من أشكاله شرطتين تحت شرطتين فوق ضمتين فوق أي شكل من أشكال التنوين أو أي نون مش عليها تشكيل مثل هذه أي نون مش عليها تشكيل أو أي شكل من أشكال التنوين يجي بعدها حرف من حروف كلمة يرملون اللي هي اليه والره والميم واللام والنون والعلماء برضو اختصارها في كلمة اللي هي كلمة يرملون نعمل إيه ما ننطقش التنوين وما ننطقش النون وننطق اللي هي حرف من حرف يرملون يعني إيه كلام دوت يعني مثلا يوم إذن يصدروا يوم إذن يصدروا والمدها حركتين مش هنقول يا جماعة يوم إذن يصدروا لا حنشيل التنوين وحننطق اللي هي والمدها حركتين يوم إذن يصدروا مثلا وما يعمل هنون مش عليها حاجة والحرف اللي بعدها جاء إيه يبقى وما يعمل أوضح لكم شوية وأسهل في موضوع في صورة المسد بص أجمع تبت يدا أبي لهب وتب أدي تنوين جي وبعد كده وو والوو دي من حرف إيه يرملون يبقى لهب وتب مش هنقول لهب وتب لا لهب وتب مثلا في جيدها حبل من مسد أدي تنوين جي وبعدها حرف إيه الميم حرف الميم دي من حرف إيه يرملون يبقى حبل من مسد ودي نون والنون علي حاجة لا مش هالي حاجة جي بعدها الميم يبقى إيه حبل من مسد في صورة العلق النون دي جمع علي حاجة جي بعدها حرف إيه الره طب الره دي من حرف إيه يرملون وقلنا إيه أي أي تنوين يجي وأي نون مش هالي حاجة ويكون بعدها حرف الحرف إيه الملون ما ننطقش إيه التنوين ولا ننطق النون يبقى أرقاه أرقاه النون مش هالي حاجة ما كدت جاهي حرف إيه الره يبقى أرقاه استونا يبقى زي ما قلت لكم جماعة في الحكم الرابع إن أي تنوين هيقابلنا وأي نون مش عليها تشكيل يجي بعدها حروف من حروف كلمة يرملون اللي هاليه والره والميم واللام والوه والنون نعملها كالآتي زي ما أنا هوريكم بقى كده يعني مثلا يومئذ يصدروا مش يومئذ يصدروا مش هننطق التنوين وحننطق اليه والميم ده حركتين يومئذ يصدروا مثلا فمن يعمل مش فمن يعمل فمن يعمل مثلا تبت يداء بلهب وتب مش لهب وتب لا لهب وتب مثلا حبل لا معليها تنوين ما كده ميم حبل من مسد ثاني حبل من مسد مثلا الأخيرة ليه أن رأاه استغنى مش أن رأاه لا أن رأاه استغنى مش هننطق النون لأن النون مش عليها حاجة يبقى أن رأاه استغنى بس كده الحكم الخامس جماعة هنبدأ فيه دلوقتي أي تنوين يجي أي شكل من أشكال التنوين يجي بعدها الحرف ديت عين أو غين أو حه أو خه أو همزة أو هاء ننطق التنوين أي تنوين يجي بعدها أي تنوين يجي بعدها أي تنوين يجي بعدها الحرف ديت اللي عين أو غين أو حه أو خه أو همزة أو الهاء والعلماء سموها حرف الإظهار ننطق التنوين زي مثلا ومن شر غاسق إذا وقب أو نطق التنوين من شر غاسق إذا وقب سورة مثلا التكاثر ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم ثم لا تسألن يجي بعدها حرف إيه العين والعين ديت بحرف إيه الإظهار إيه العين أو الغين أو الحه أو الخه أو الهمزة أو الهاء قلنا تنوين ما كده عين يبقى يومئذ عن النعيم في سورة العلق 16 ناصية كاذبة خاطئة أدي تنوين جي وما كده حرف إيه الخه يبقى كاذبة خاطئة في سورة التين هيا 6 قصة جماعة تنوين جي مع كده حرف الغين هو أن حرف الغين دي من حرف إيه الإظهار يبقى لأفلهم آجر غير ممنوع يبقى جماعة أي تنوين هيقبلنا يجي بعدها حرف من الحرف دي لا يعين أو غين أو حه أو خه أو همزة أو هاء يبقى كده جماعة في الحكم الخامس قلنا إن أي بقى أي تنوين حيقبلنا من أشكاله أي أشكال من أشكال التنوين يجي بعدها عين أو غين أو حه أو خه أو همزة أو هاء نبين التنوين مثلاً ناصية كذبة خاطئة تنوين مع كده خ وخه من حرف إيه الإظهار مثلاً فلهم أجر غير ممنوع تنوين مع كده غين أجر غير ممنوع الحكم السادس يا جماعة بصوت المسات بصواب جماعة أي بقى يا جماعة تنوين يقبلنا أي تنوين أو أي نون مش عليها حاجة أي تنوين أو أي نون مش عليها حاجة ويجي بعدها أي حرف أه أي حرف من الحروف اللغة العربية المعادة حروف يرملون او حروف الازهار اي دمعة تنويني قابلن او اي نون مش عنيها حاجة يجي بعدها اي حرف غير حروف الازهار او غير حرف من حروف يرملون نعمل فيها ايه حاولوكنا نعمل فيها ايه بصوا ادي تنوينه ايه والحرف اللي بعدها جي ايه الذال الذال دي من حروف يرملون لا طب من حروف الازهار ليه عين او غين او حق او همز او هق لا يبقى نعمل فيها ايه سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب ونمدة حرقتين سيصلى نارا ذات لهب في سورة المسأل الفلق اهوها معم النون دي علي حدا؟ مش علي حدا طب جي بعدها حرف ايه؟ حرف الشين الشين ديت من حرف يا رمالون؟ لا طب من حرف الازهار؟ لا يبقى من شري من شري من شري صورة المسأل القارعة؟ النون دي يا جماعة علي حدا؟ لا مش علي حدا طب جي بعدها حرف ايه؟ حرف الثه طب الثه دي من حرف يا رمالون؟ لا طب من حرف الازهار؟ لا يبقى ايه؟ فاما من ثاكلت فاما من ثاكلت ونمدة حرقتين فاما من ثاكلت وفي صورة الضحى مثلا يا جماعة هنا اهو في صورة الضحى التانوين دوت جي بعدها حرف ايه؟ الفه الفه دي من حرف يا رمالون؟ لا طب من حرف الازهار؟ لا طب من حرف الازهار؟ لا يبقى حروف اي حرف، من حرف اللي هو العروية كلها المعدة الحرف في رمالون أو الازهار اللي قولنا عليها، نعمل ايه؟ ما نمتغش التنوين وهن نعملها زي ما نهوركو كده، مثلاً سيصل ناراً، ناراً ذات لهبه، مثلاً، من شر، من شر غاثق، إذا وقب، مش هننت قلنون؟ هنا، من شر مثلاً، فأمرء، من شر، من ثقلت فأما من ثقلت موزينه السابع بقى اللي عايز تشرحه اي هو اي بقى يا جماعة نون اي نون تيجي في وسط الكلمة ولا تتنطقش نون دي في وسط الكلمة مش عليها اي تشكيل لا تنطق وتتمد حركتين يعني زي مثال ولا انتم ولا انتم صورة العصر ان الانسانة اي نون يا جماعة تيجي في وسط الكلمة وما يكونش عليها تشكيل ما تتنطقش من مادة حركتين ان الانسانة زي ما اضحتته تيجي يا جماعة في الحكم السابع وانا ان اي نون تيجي في وسط الكلمة وما يكونش عليها تشكيل ما تتنطقش زي مثلا فاما الانسانة فاما الانسانة مش الانسانة لا الانسانة مثلا ولا انتم ولا انتم مش ولا انتم نون مش علي حاجة ولا انتم نون الحكم التامن اي نون يكون عليها الميم ديت او اي نون يكون عليها الميم اللي فو ديت ما تتنطقش النون وننطقها ميم كلا لا يوم بذن كلا لا يوم بذن لا اعطاك بالحكمة دا سهل قوي زي ما وضحت كده جماعة في الحكم التامن قلنا ان اي نون يكون عليها علامة الميم الزغيرة دي هتتقلب ميم زي مثلا كلا لا يوم بذن ونفع علي حركة دي كلا لا يوم بذن في الحطمة الحكم التاسع بقى اللي عايز اقوله جماعة بصوا اي ميم تيجي الميم اللي تشايفانها صغيرة ديت يكون الحرف اللي بعدها به مش حننطق الميم وحننطق البي وان ندهها حركة دي واجي يوم اذي بجهنم او ما نطقطش الميم وحنطق به وان ندهها حركة دي واجي اي يوم اذي بجهنم بصواة الفين بص دمان اي ميم ما يكونش عليها تشكيل فضيحي من فوق ويجي بعدها حرف البي خلاص برضو تتنطق به يبقى ترميهم بحجارة وحنمدها حركتين ترميهم بحجارة يبقى جماعة زي ما انتفقنا اي ميم هتقابلنا صغيرة من اننا نورتها لكم ويكون بعدها حرف من اي حرف به حننطق به واي ميم ما يكونش عليها تشكيل والحرف اللي بعدها يكون به هنعمل ايه يمدها حركتين ونطقها ايه به ترميهم بحجارة زي ما وضحت كده جماعة في الحكم التاسع ان اي ميم ما يكونش عليها تشكيل ويجي بعدها حرف الباء ما ننطقش الميم وحننطق البي مثلا زي مثلا ايه واجيء يومئذ بجهنم ايه ميم جات صغيرة هيت وجات بعدها ايه حرف الباء واجيء يومئذ بجهنم مثلا ترميهم بحجارة ترميهم ميم مش عليها حاجة كده به ترميهم بحجارة من سجيل كده جماعة يعني اعملت فيديو بيتكلم فيه بالنسبة حوالي سبعين في المية من تجويد القرآن وانا جماعة يعني عشان مبقاش في حد ليه حجة كل واحد يقولك احنا من عشرة تجويد القرآن وما بيصعبوها علينا واحنا مش حافرين نعمل ايه مش بيعرفوا يشرحوا والموضوع صعب اعتقد ايه معنا سهلتوا على قد ما قدر وما لعبكتش الدنيا زي ما بيقولوا وسهلتها على قد ما قدر فابت المطلوب منكو حاجة حاجتين الحاجة الاولانية يا جماعة انك تحمل الفيديو دوت وتنزيله عندك وكل تلات اربعة ايام تطبق حكم يعني يعني مثلا حكم الاولانية كان اي ميم واي نون وعليم شدة نوفى عديم حاجتين انت مثلا ليك ورد من القرآن مثلا خمس صفح في اليوم انت عليك انك انت الحكم الاولانية دوت تقرأ ورد دوت ما تركز في اي حاجة من الاحكام غير في الحكم الاولانية انهم وين نون اي ميم وينون انت shall receive وتعاد Anders تركز ايش هذهール هديه هديلي اخفى على حركتين ونوفى الاولانية 淹ون تتبيب بالاحكام التانية بعدا لما تتمكن من الحكم دوت خلشا الحكم اللي بعد 노 مثلا قط بجد بعدا لما تتمكن من الحكم الحكم الدوت خلشا الحكم الثالث وها كذا في خلال passes او a'll time هتكون اتمكنت من ايه؟ من كل الاحكام أنا جماعة يعني ياца طبعا لاzus كل الاحكام التجويد يعني أسرت ومش أسرت لا أنا عملت اللي أقدر عليه أسأل الله أن يتقبل مني الحاجة الثانية يا جماعة ياريت يا جماعة أن يشاير الفيديو دوت ويبعته لكل الناس لأن دي مشكلة ده وطنعنا وقابلنا ربنا وموتنا هنقبل ربنا هنقوله إيه إحنا ما تعلمناش كلامك يا رب طب جنا الدنيا لإيه فياريت يا جماعة اللي يشايروا الفيديو دوت يشايروا ويبعته لكل أصحابه وقاديك بتتعلم تجود القرآن وانت قاعد في بيتك ما نزلت يشرحت أي حتة فأصلا أن يتقبل مني وجزك وما خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته